تدول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ اندلاع المعارك في العاصمة طرابلوس صوراً لأمير ميليشيا ثوار طرابلوس هيثم التجوري كنجم للموضة بعدما أطلق ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي المتكرر يرتدي المركات التجارية العالمية بأموال الليبكين حيث تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي التجوري وهو يرتدي أزياء من أشهر العلامات التجارية العالمية الباهضة الثبن مثل جوتشي ودوتشي جابانا وفرزاتشي حيث لم تخل منشورات انتقاد ظهوره بهذه الملابس من الفوكاهة والاستغراب تارة ونشر صوره بطريقة يبدو فيها وكأنه عارض للأزياء تارة أخرى وتفنن أخرون في متابعة كل الملابس التجوري التي يرتديها وظهر بها أثناء المعارك على تخوم العاصمة طرابلوس في البحث عبر الأسواق الإلكترونية العالمية المعروفة عن مركات هذه الملابس وأسعارها بالعملات الأجنبية الدولار واليورو مقارنة بالعملة المحلية وظهر أمير ميليشيا ثورة رابلوس في صور عدة وملابس مختلفة الأمر الذي اعتبره كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي علامة على ثراء التجوري غير المشروع وأن قتاله في صفوف الميليشيكات التابعة لحكومة الصغيرات ما هو إلا الحفاظ على هذه المكاسب التي تحصل عليها وبعد غياب مدة طويلة ظهر التجوري مجددا وهو يرتدي تي شيرت من مارك دوتشي جابانا سعره 371 دولار ما يعادل 1500 دينار لبي تقريبا بسعر السوق السوداء واختفى التجوري عن الظهور منذ الأيام الأولى لانطلاق المعارك في العاصمة طرابلوس وتداولت أنباء عن تعرضه للإصابة وأنه يرقد في إحدى مصحة تونس بعد مقتل لأحد رفاقه المقربين وإصابة آخر عقب وقت قصير من ظهورهم معه في صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقد بعض قادة الميليشيات التابعين لحكومة صغيرات أمير ميليشيا ثور طرابلوس هيثم التجوري بعد ان اختفى من ساحة المعارك وظهر في إحدى شوارع العاصمة ينظم حركة السير معتبرنه تخاذلا منها اشتركوا في القناة